واحد الله الذي كلم الآباء بالأنبياء قديما بأوقات مختلفة وطرق مختلفة اثنان كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين ثلاثا الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته بعدما طهر بنفسه خطيان جلس في يمين العظمة في الأعالي أربع صائرا أفضل من الملائكة كثيرا كما نال بالميراث اسما أفضل منهم خمسة لأنه لمن من الملائكة قال قطة أنت ابني وأنا اليوم ولدتك وأيضا أنا أكون له أبنا وهو يكون لي أبنا ستة وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول والتسجد له جميع ملائكة الله سبعة وعن الملائكة قال الصانع ملائكته رياحا وخدامه لهيب نارا ثمانية وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور قضيب استقامة قضيب ملكك تسعى حببت البرى وبغضت لثمة لذلك مسحك الله إلهك بزيت الابتهاج أكثر من رفقائك عشر وأنت يا رب في البدء أسست الأرض والسموات هي عمل يديك أحد عشر سوف يهلكون ومنت فابقى وكلهم سيبلون مثل الثوب اثنى عشر وكرداء تطويها فتتغير ولكن أنت هو وسنك لن تفنى ثلاثة عشر ولكن لمن من الملائكة قال قطة اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك أربعة عشر أليس جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتدين أن يرثوا الخلاصة واحد لذلك ينبغي لنا أن نتنبه أكثر إلى ما سمعناه لألا نفوته في أي وقت اثنان لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد تكون ثابتة وكل تعد ومعصية نال جزاء عادلا ثلاثة فكيف ننبو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره الذي أبتدأ الرب يتكلم به أولا ثم ثبته لنا الذين سمعوه أربعة شاهدا لهم الله بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته خمسة لأنه لم يخضع للملائكة العالم الآتي الذين تكلموا عنه ستة لكن شهد واحد في موضع قائلا ما هو الإنسان حتى تذكره أو ابن الإنسان حتى تفتقده سبع وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وبهاء كللته وعلى أعمال يديك أقمته ثمانية أخضعت كل شيء تحت قدميه لأنه إذ أخضع الكل تحته لم يترك شيئا غير خاضعا له ولكننا الآن لسنا نرى بعد كل شيء مخضعا له تسعة ولكننا نرى يسوع الذي وضع قليلا عن الملائكة من بل آلام الموت مكللا بالمجد والكرامة لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد عشر لأنه يليق بالذي من أجله جميع الأشياء والذي به الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام أحد عشر لأن المقدس والمقدسين جميعا هم من واحد لذلك لا يستحي أن يدعوهم إخوة إثنى عشر قائلا سأخبر باسمك إخوتي وفي وسط الكنيسة أسبحك ثلاثة عشر وأيضا سأتوكل عليه وأيضا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الله أربعة عشر فاذ قد أشترك للطفال في اللحم والدم أشتركه وأيضا كذلك فيهما لكي يهلك بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس خمسة عشر وأنقذ الذين بسبب خوف الموت كانوا كل حياتهم تحت العبودية ستة عشر لانه حقا لم يتخذ طبيعة الملائكة ولكنه أخذ عليه نسل إبراهيم سبعة عشر لذلك كان ينبغي أن يشبهه في كل شيء بإخوته ليكون رحيما ورئيس كهنة أمينا في مال الله ليكفر عن خطايا الشعب ثمانية عشر لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين واحد لذلك أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السموية لاحظوا رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع اثنان الذي كان أمينا للذي أقامه كما كان موسى أيضا في كل بيته ثلاثة فإن هذا قد حسب أهلا لمجد أكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامة أكثر من البيت أربعة لأن كل بيت يبنيه إنسان ولكن باني كل شيء هو الله خمسة وكان موسى أمينا في كل بيته كخادم شهادة للعتيد أن يتكلم به ستة وأما المسيح كابن على بيته وبيته نحن إن تمسكنا بثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية سبعة لذلك كما يقول الروح القدس اليوم إن سمعتم صوته ثمانية فلا تقص قلوبكم كما في الإسخاط يوم التجربة في البرية تسعة حين جربني آباؤكم واختبروني وأبصر أعمالي أربعين سنة عشر فحزنت على ذلك الجيل وقلت هم دائما يضلون في قلوبهم ولم يعرفوا طرقي أحد عشر فأقسمت في غضبي لن يدخلوا راحتي اثنى عشر انظروا أيها الإخوة أن لا يكون في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي ثلاثة عشر بل واضبوا بعضكم بعضا كل يوم ما دام المدعو اليوم لألا يقص أحد منكم بغرور الخطية أربعة عشر لأننا قد نصير شركاء المسيح إن تمسكنا ببدء الثقة ثابتة إلى النهاية خمسة عشر إذ قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم كما في الإسخاط ستة عشر لأن البعض لما سمعوا استفزوا ولكن ليس جميع الذين خرجوا من مصر على يد موسى سبعة عشر ولكن على من حزن أربعين سنة أليس الذين أخطأوا الذين سقطت جثثهم في البرية ثمانية عشر ولمن أقسم أن لا يدخلوا راحته إلا للذين لم يؤمنوا تسعة عشر فنرى أنهم لم يقدروا أن يدخلوا لعدم الإيمان واحد فلنخفي أنه مع بقاء وعد لنا بالدخول إلى راحته يبدو أن أحدا منكم قد فشل في تحقيقه اثنان لأنه لنا نحن أيضا الذين بشرناهم ولكن الكلمة المبشرة بها لم تنفعهم إذ لم تكن ممتزجة بالإيمان في الذين سمعوا ثلاثة فإننا نحن المؤمنين ندخل الراحة كما قال كما أقسمت في غضبي أنهم إذا دخلوا راحتي مع أن الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم أربع لأنه تكلم في موضع من اليوم السابع بهذا الكلام واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله خمسة وفي هذا المكان إضا إذا دخلوا راحتي ستة فإذ بقي أنه لابد أن يدخلها قوما والذين بشروا أولا لم يدخلوا لعدم الإيمان سبعة وأيضا حدد يوما قائلا في داودا اليوم بعد زمان هذا المقدار كما قيل اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم ثمانية لأنه لو كان يسوع قد أراحهم لما تكلم بعد ذلك عن يوم آخر تسعة فاستمرت الراحة لشعب الله عشر لأن الذي دخل راحته توقف أيضا عن أعماله كما الله من أعماله أحد عشر فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لألا يسقط أحد في مثل عدم الإيمان عينه اثنى عشر لأن كلمة الله سريعة وقوية وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته ثلاثة عشر وليس من خليقة غير ظاهرة قدامه بل كل شيء عريان ومفتوح لعيني الذي معه ينبغي لنا أن نفعل أربعة عشر فاذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز لا السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك باعترافنا خمسة عشر لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن تلمسه أمراضنا بل كان مجربا في كل شيء مثلنا ولكن بلا خطيئة ستة عشر فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه واحد لأن كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس في مال الله لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا اثنان من يترأف على الجهال والضلين لأنه هو إيضا محاط بالضعف ثلاثة ولهذا ينبغي له كمال الشعب كذلك عن نفسه أن يقدم كفارة عن الخطايا أربعة وليس أحد يأخذ هذه الكرامة لنفسه إلا المدعون من الله مثل هرون خمسة كذلك المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنثبني أنا اليوم ولدتك ستة كما يقول في موضع آخر أنث كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق سبع الذي في أيام جسده إذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت وسمع له من أجل خوفه ثمانية مع كونه أبنا تعلم الطاعة مما تألم به تسعة وذا صار كاملا صار لجميع الذين يطيعونه سبب الخلاص الابدي عشر مدعو من الله رئيس كهنة على رتبة ملكي صادق أحد عشر الذي عندنا فيه كلام كثير وصعب نطق به إذ أنتم متباطئ والسمع اثنى عشر لأنه إذ كان ينبغي أن تكونوا معلمين تحتاجون إلى أن يعلمكم أحد ما هي بكورة أقوال الله وأصبحوا بحاجة إلى اللبن لا إلى اللحم القوي ثلاثة عشر لأن كل من يستعمل اللبن هو عديم الخبرة في كلام البر لأنه طفل أربعة عشر ومن الطعام القوي فهو للبالغين والذين بسبب الاستعمال قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر واحد لذلك تاركين بدايات تعليم المسيح لنتقدم إلى الكمال ولم يضعوا أيضا أساس التوبة من الأعمال الميتة والإيمان بالله اثنان تعليم المعموديات ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية ثلاثة وهذا سنفعله إن أذن الله أربعة لأنه غير ممكن على الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس خمسة وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوة الدهر الآتي ستة فإن أرتدوا لتجديدهم أيضا للتوبة إذا هم يصلبون لانفسهم ابن الله من جديد ويشهرونه سبعة لأن الأرض التي تشرب المطر النازل عليها وتنبت عشبا يليق بالكاسرين به تنال بركة من الله ثمانية وأما ما يحمل شوكا وشوكا فهو مرفوض وقريب من اللعنة الذي نهايته أن يحرق تسعى ولكن أيها الأحباء قد اقتنعنا منكم بأمور أفضل وأمور للخلاص وإن كنا نتكلم بهذا عشر لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة الذي أظهرتمه نحو اسمه إذ خدمتم القدسين وخدمتم أحد عشر ونريد أن يظهر كل واحد منكم هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية اثنى عشر لكي لا تكونوا كسالة بل متمثلين بالذين بالإيمان والصبر يرثون المواعيد ثلاثة عشر فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أن يقسم بأعظم أقسم بنفسه أربعة عشر قائلا إني لأباركك بركة وأكثرك تكثيرا خمسة عشر وهكذا بعد أن صبر نال الموعد ستة عشر فإن الناس يحلفون بالأكبر وقسم التثبيت هو لهم نهاية كل خصومة سبعة عشر فإذ أراد الله أن يظهر أكثر كثيرا لورثة الموعد عدم تغير مشورته أكد ذلك بقسم ثمانية عشر أنه بأمرين ثابتين لا يمكن أن يكذب الله فيهما تكون لنا عزاء قوي نحن الذين لجأنا إلى التمسك بالرجاء الموضوع أمامنا تسعة عشر الذي لنا هو الرجاء كمرساة للنفس ثابتة وثابتة وتدخل إلى داخل الحجاب عشرون حيث دخلنا السابق يسوع وضن صار رئيس كهنة لا لبدي على رتبة ملكي صادق واحد لأن ملكي صادق هذا ملك ساليم كاهن الله العلي الذي استقبل إبراهيم راجعا من كسرة الملوك وباركه اثنان الذي أعطاه أبراهيم أيضا أولا بالترجمة ملك البري وبعد ذلك أيضا ملك ساليم أي ملك السلام ثلاثة بلا أب بلا أم بلا نسب لا بداية أيام له ولا نهاية حياة بل مشابها لابن الله يقيم كاهنا على الدوام أربعة والآن انظروا ما أعظم هذا الرجل الذي أعطاه رئيس الأباء إبراهيم عشر الغنائم خمسة وإن الذين من بني لاوي الذين يأخذون الكهنة لهم وصية أن يعشروا الشعب حسب الناموس أي إخوتهم مع أنهم خرجوا من صلب إبراهيم ستة ولكن الذي ليس له نسب منهم فقد عشر أبراهيم وبارك الذي له المواعيد سبعة وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر ثمانية وهنا أناس يموتون يأخذون العشور ولكن هناك يقبلهم الذين شهد لهم بأنه حي تسعة وكما أقول هكذا فإن لاوي أيضا الذي يأخذ العشر قد عشر بإبراهيم عشر لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملك صادق أحد عشر فإذا كان بالكهنوت اللاوي كمال لأن الشعب عليه أخذ النموس فما الحاجة بعد إلى أن يقوم كاهن آخر على رتبة ملكي صادق ولا يدعى على رتبة هيرون إثنى عشر لأنه إذا تغير الكهنوت يصير بالضرورة تغيير النموس أيضا ثلاثة عشر لأن الذي قيل عنه هذا كان من سبط آخر لم يكن أحد منه يخدم المذبحة أربعة عشر لأنه واضح أن ربنا خرج من يهوذة وهو السبط الذي تكلم عنه موسى شيئا من جهة الكهنوت خمسة عشر وهذا أكثر وضوحا بكثير لأنه على شبه ملكي صادق قام كاهن آخر ستة عشر الذي قد صار ليس حسب نموس وصية جسدية بل حسب قوة حياة لا أبدية سبعة عشر لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق ثمانية عشر فإنه يحدث حقا إبطال الوصية السابقة لضعفها وعدم نفعها تسعة عشر لأن النموس لم يكمل شيئا بل أدخل رجاء أفضل الذي به نتقرب إلى الله عشرون وبغير حق صار كاهنا واحد وعشرون لأن هؤلاء الكهنة جعلوا بغير يمين ولكن هذا بقسم الذي قال له أقسم الرب ولن يندم أنث كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق اثنان وعشرون بهذا القدر صار يسوع ضامنا لعهد أفضل ثلاثة وعشرون وكانوا حقا كهنة كثيرين إذ لم يسمح لهم بالبقاء بسبب الموت أربعة وعشرون ولكن هذا الرجل بما أنه يثبت إلى الأبد له كهنة لا يتغير خمسة وعشرون لذلك يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم ستة وعشرون لأنه صار لنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطات وصار أعلى من السماوات سبعة وعشرون الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب فإنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه ثمانية وعشرون لأن النموس يقيم الناسا بهم ضعف رؤساء كهنة وأما كلمة القسم التي منذ النموس فتقيم أبنا مقدسا إلى الأبد واحد ومجموع ما تكلمنا به هو أن لنا رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات اثنان خادما للقدس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا أنسان ثلاثا لأن كل رئيس كهنة يقام ليقدم قرابين وذبائح لذلك لا بد أن يكون لهذا أيضا شيء ليقدمه أربعة لأنه لو كان على الأرض لما كان كاهنا إذ يوجد كهنة يقدمون قرابين حسب النموس خمسة الذين يخدمون مثال السماويات وظلها كما أحيى الله إلى موسى وهو مزمع أن يصنع المسكن لأنه قال انظر أن تصنع كل شيء على المثال الذي أظهر لك في الجبل ستة ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أفضل قد تثبت على موعيد أفضل سبعة لأنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثاني ثمانية لأنه لامهما قائلا ها أيام تأتي يقول الرب وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذى عهدا جديدا تسعى ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا لم أعتبرهم يقول الرب عشر لأن هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل شرائعي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا أحد عشر ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد إخخاه قائلين أعرف الرب لان الجميع سيعرفونني من الصغير لالكبير اثنى عشر لأني أصفح عن إثمهم ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد ثلاثة عشر في قوله عهدا جديدا جعل الأول عتيقا والآن فإنما يتحلل ويشيخ هو على وشك الاختفاء واحد إذن إن العهد الأول كانت له إيضا فرائض خدمة الإلهية وقدسا عالميا اثنان لأنه كان هناك المسكن الأول كان فيه المنارة والمائدة وخبز الوجوه والذي يسمى الحرم ثلاثة وبعد الحجاب الثاني المسكن الذي يقال له قدس الأقداس أربعة الذي فيه المبخرة من ذهب وتقوت العهد مغشا من كل جهة بالذهب الذي فيه قسط من ذهب فيه المن وعصاهرون التي أفرخت ولوحا العهد خمسة وفوقه كروبا المجد مضللين الغطاء والتي لا نستطيع الآن أن نتحدث عنها بشكل خاص ستة ولما كانت هذه الأمور مرتبة هكذا كان الكهنة يدخلون كل حين إلى المسكن الأول ليعمل خدمة الله سبعة وأما إلى الثاني فيدخل رئيس الكهنة وحده مرة في السنة ليس بلا دم يقدمه عن نفسه وعن جهلات الشعب ثمانية يدل الروح القدس على أن طريق الأقداس لم يظهر بعد ما دام المسكن الأول قائما بعد تسعة الذي كان رمزا للزمان الذي كان فيه يقدم قرابين وذبائح لا يستطيع أن يكمل الذي يخدم الخدمة من جهة الضمير عشر القائمة فقط على طعمة وشربة وغسلات مختلفة وفرائض جسدية موضوعة عليهم لا وقت للصلاح أحد عشر ولكن المسيحة إذ قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة بالمسكن الأعظم والأكمل غير المصنوع بأيدي أي الذي ليس من هذا البناء إثنى عشر لا بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد لنا فداء أبديا ثلاثة عشر لأنه إن كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوش على النجاسة يقدس لطهارة الجسد أربعة عشر فكم بالحري يكون دم المسيحي الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضميركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحيا خمسة عشر ولهذا هو واسط العهد الجديد لكي يكون المدعون بالموت لفداء التعديات التي في العهد الأول ينالون وعد الميراث الأبدي ستة عشر لأنه حيث تكون وصية فلا بد أن يكون موت الموصي أيضا سبعة عشر لأن الوصية تكون قوية بعد الموت وإلا فلا قوة لها البتة ما دام المص حيا ثمانية عشر لذلك لم يكرس العهد الأول بدون دم تسعة عشر لأن موسى بعد أن كلم جميع الشعب بكل وصية حسب النموس أخذ دم العجول والتيوس مع ماء وصوفا قرمزيا وزوفا ورش الكتاب وجميع الشعب عشرون قائلا هذا هو دم العهد الذي أوصاكم به الله واحد وعشرون ورش المسكن وجميع آنية الخدمة بالدم اثنان وعشرون وكل شيء تقريبا يتطهر بالنموس بالدم وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة ثلاثة وعشرون فكان ينبغي أن تطهر بهذه أمثلة الأشياء التي في السماوات وأما السماويات عينها فبذبائح أفضل من هذه أربعة وعشرون لأن المسيح لم يدخل لإقداس مصنوعة بلا ياد التي هي أمثال الحقيقيين بل إلى السماء عينها ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا خمسة وعشرون ولا ليقدم نفسه مرارا كثيرة كما يدخل رئيس الكهنة إلى القدس كل سنة بدم آخرين ستة وعشرون لأنه كان ينبغي إذن أن يتألم مرارا كثيرة منذ تأسيس العالم ولكن الآن قد ظهر مرة عند انقضاء الدهر ليبتل الخطية بذبيحة نفسه سبعة وعشرون وكما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد هذا الدينونة ثمانية وعشرون فإن المسيح قد قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين وسيظهر ثانية للذين ينتظرونه بلا خطية للخلاص واحد لأن النموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بتلك الذبائح التي يقدمونها كل سنة على الدوام أن يكمل القادمين اثنان أفما كان ذلك يعني كفاهم عن التقدمة لأن الساجدين بعد تطفيرهم لم يكن لهم إيضا ضمير خطايا ثلاثة ولكن في تلك الذبائح هناك أيضا تذكار للخطايا في كل سنة أربعة لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا خمسة لذلك عند دخوله إلى العالم يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأتي لي جسدا ستة بالمحرقات وذبائح الخطية لم تسر سبعة فقلت ها أنا آتي في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يلا ثمانية من فوق إذ قال إن ذبيحة وتقدمة ومحرقة وذبيحة إثم لم ترد ولم يسر بها التي يقدمها القانون تسعة فقال ها أنذا جئت لأفعل مشيئتك يلا ينزع الأول ليثبت الثاني عشر فبها نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة أحد عشر وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيرة تلك الذبائح عينها التي لا يمكنها أن تمحو الخطايا اثنى عشر ولكن هذا الرجل بعد أن قدم عن الخطايا ذبيحة واحدة جلس إلى الأبد عن يمين الله ثلاثة عشر منتظرا من الآن حتى توضع أعداؤه موطئا لقدميه أربعة عشر لأنه بقرباني واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين خمسة عشر الذي يشهد لنا الروح القدسة أيضا لأنه بعد ما قال قبلا ستة عشر وهذا هو العهد الذي أقطعه معهم بعد تلك الأيام يقول الرب أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم سبعة عشر ولن أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد ثمانية عشر ولكن حيث تكون مغفرة هذه لا يكون بعد ذبيحة عن الخطيئة تسعة عشر فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع عشرون طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب جسده واحد وعشرون وله رئيس كهنة على بيت الله اثنان وعشرون فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي ثلاثة وعشرون فلنتمسك باعتراف الإيمان راسخا لأنه صادق الذي وعد أربعة وعشرون ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الصالحة خمسة وعشرون غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل وعذين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقترب ستة وعشرون لأنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا سبعة وعشرون بل انتظار دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادتين ثمانية وعشرون والذي احتقر شريعة موسى مات بلا رحمة تحت شاهدين أو ثلاثة شهود تسعة وعشرون فكم عقوبة أشد تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسنا وازدر بالرب روح النعمة ثلاثون فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب ومرة أخرى الرب يدين شعبه واحد وثلاثون مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي اثنان وثلاثون ولكن تذكروا الأيام السابقة التي فيها بعد استنارتكم تحملتم جهادا شديدا من الآلام ثلاثة وثلاثون بعضكم قد صرتم عارضا للتعيرات والشدائد وجزئيا عندما أصبحتم رفاقا لأولئك الذين تم استخدامهم على هذا النحو أربعة وثلاثون فإنكم تشفقتم علي في وثقي وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم في السماء مالا أفضل وأبقى خمسة وثلاثون فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة ستة وثلاثون فإنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعدة سبعة وثلاثون لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ ثمانية وثلاثون أما البر فبالإيمان يحيى وإن ارتد أحد لا تسر به نفسي تسعة وثلاثون ولكننا لسنا من الراجعين إلى الهلاك بل من المؤمنين لخلاص النفسي واحد ولكن الإيمان هو الثقة بما يرجى والبرهان بأشياء لا ترى اثنان لأنه به نال الشيوخ مسمعا حسنا ثلاثة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر أربعة بالإيمان قدم هبيل لله ذبيحة أفضل من قيينة فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه وبه وهو بعد ما تيتكلم بعد خمسة بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله لأنه قبل نقله كان يشهد أنه قد أرضى الله ستة ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه ينبغي الذي يأتي إلى الله أن يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه سبعة بالإيمان نوح لما أحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته الذي به دان العالم وصار وارثا للبر الذي بالإيمان ثمانية بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين ذهب تسعة بالإيمان تغرب في أرض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه للموعد عينه عشر لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات والتي صنعها وبارئها الله أحد عشر بالإيمان سارة نفسها أيضا إخذت قدرة على خلق نسل وبعد وقت السن ولدت إذا حسبتي الذي وعد صادقا إثنى عشر فنشأ أيضا واحد وهو من الأموات كنجوم السماء في الكثرة كالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد ثلاثة عشر في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا الموعيد بل نظروها من بعيد وصدقوها وحيوها واعترفوا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض أربعة عشر فإن الذين يقولون مثل هذا يعلنون أنهم يطلبون وطنا خمسة عشر وبالفعل لو كانوا يتذكرون ذلك البلد الذي خرجوا منه لربما أتيحت لهم فرصة العودة ستة عشر ولكن الآن يريدون وطنا أفضل أي سماويا لذلك لا يستحي الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة سبعة عشر بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب وقدم الذي قبل المواعيد ابنه الوحيد ثمانية عشر الذي قيل عنه إنه بإسحاق يدعى لك نسل تسعة عشر إذا حسب أنا الله قادر على لقامتي من المواتيض ومن حيث استقبله إيضا في الشكل عشرون بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو في الأمور المستقبلة واحد وعشرون وله رئيس كهنة على بيت الله اثنان وعشرون فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي ثلاثة وعشرون فلنتمسك باعتراف الإيمان راسخا لأنه صادق الذي وعد أربعة وعشرون ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الصالحة خمسة وعشرون غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل وعذين بعضكم بعضا وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقترب ستة وعشرون لأنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا سبعة وعشرون بل انتظار دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادتين ثمانية وعشرون والذي احتقر شريعة موسى مات بلا رحمة تحت شاهدين أو ثلاثة شهود تسعة وعشرون فكم عقوبة أشد تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دانسنا وازدر بالرب روح النعمة ثلاثون فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب ومرة أخرى الرب يدين شعبه واحد وثلاثون مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي اثنان وثلاثون ولكن تذكروا الأيام السابقة التي فيها بعد استنارتكم تحملتم جهادا شديدا من الآلام ثلاثة وثلاثون بعضكم قد صرتم عارضا للتعيرات والشدائد وجزئيا عندما أصبحتم رفاقا لأولئك الذين تم استخدامهم على هذا النحوي أربعة وثلاثون فإنكم تشفقتم علي في وثقي وقبلتم سلب أموالكم بفرح عالمين في أنفسكم أن لكم في السماء مالا أفضل وأبقى خمسة وثلاثون فلا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازات عظيمة ستة وثلاثون فإنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعدة سبعة وثلاثون لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبتل ثمانية وثلاثون أما البر فبالإيمان يحيى وإن ارتد أحد لا تسر به نفسي تسعة وثلاثون ولكننا لسنا من الراجعين إلى الهلاكي بل من المؤمنين لخلاص النفسي واحد ولكن الإيمان هو الثقة بما يرجى والبرهان بأشياء لا ترى اثنان لأنه به نال الشيوخ مسمعا حسنا ثلاثة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر أربعة بالإيمان قدم هبيل لله ذبيحة أفضل من قيينة فبه شهد له أنه بار إذ شهد الله لقرابينه وبه وهو بعد ما تيتكلم بعد خمسة بالإيمان نقل أخنوخ لكي لا يرى الموت ولم يوجد لأن الله نقله لأنه قبل نقله كان يشهد أنه قد أرضى الله ستة ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه لأنه ينبغي الذي يأتي إلى الله أن يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه سبعة بالإيمان نوح لما أحي إليه عن أمور لم ترى بعد خاف فبنى فلكا لخلاص بيته الذي به دان العالم وصار وارثا للبر الذي بالإيمان ثمانية بالإيمان إبراهيم لما دعي أطاع أن يخرج إلى المكان الذي كان عتيدا أن يأخذه ميراثا فخرج وهو لا يعلم إلى أين ذهب تسعة بالإيمان تغرب في أرض الموعد كانها غريبة ساكنا في خيام مع إسحاق ويعقوب الوارثين معه للموعد عينه عشر لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات والتي صنعها وبارئها الله أحد عشر بالإيمان صارت نفسها أيضا إخذت قدرة على خلق نسل وبعد وقت السن ولدت إذا حسبتي الذي وعد صادقا إثنى عشر فنشأ أيضا واحد وهو من الأموات كنجوم السماء في الكثرة كالرمل الذي على شاطئ البحر الذي لا يعد ثلاثة عشر في الإيمان مات هؤلاء أجمعون وهم لم ينالوا الموعيد بل نظروها من بعيد وصدقوها وحيوها واعترفوا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض أربعة عشر فإن الذين يقولون مثل هذا يعلنون أنهم يطلبون وطنا خمسة عشر وبالفعل لو كانوا يتذكرون ذلك البلد الذي خرجوا منه لربما أتيحت لهم فرصة العودة ستة عشر ولكن الآن يريدون وطنا أفضل أي سماويا لذلك لا يستحي الله أن يدعى إلههم لأنه أعد لهم مدينة سبعة عشر بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب وقدم الذي قبل المواعيد ابنه الوحيد ثمانية عشر الذي قيل عنه إنه بإسحاق يدعى لك نسل تسعة عشر إذ ذا حسب أنا الله قادر على لقامتي من المواتي ومن حيث استقبله إيضا في الشكل عشرون بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو في الأمور المستقبلة واحد وعشرون بالإيمان يعقوب عند موته بارك ابن يوسف وسجد متكئا على رأس عصاه اثنان وعشرون بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه ثلاثة وعشرون بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه ثلاثة أشهر لأنهما رأي الصبي صحيحا ولم يخافوا من أمر الملك أربعة وعشرون بالإيمان موسى لما كبر أبا أن يدعى ابن ابنت فرعون خمسة وعشرون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يتمتع بالخطية إلى حين ستة وعشرون حاسبا عار المسيح غنا أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازات سبعة وعشرون بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لأنه تشدد كانه يرى من لا يرى ثمانية وعشرون بالإيمان حفظ الفصح ورشى الدم لألا يمسهم الذي أهلك الأبكار تسعة وعشرون بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة الأمر الذي لما شرعوا فيه غرق ثلاثون بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعد أن طيف بها نحو سبعة أيام واحد وثلاثون بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع غير المؤمنين إذ قبلت الجاسسين بالسلام إثنان وثلاثون وماذا أقول أيضا؟ لأنه يعوزني الوقت أن أخبر عن جدعون وباراق وشمشون وفتاح ولداود إيضا وصمويل والأنبياء ثلاثة وثلاثون الذين بالإيمان قهروا ممالكة صنعوا برا نالوا موعيدة سدوا أفواها أسودة أربعة وثلاثون أطفأوا قوة النار نجوا من حد السيف تقوى ومن الضعف صاروا أشداء في القتال هربوا جيوش الغرباء خمسة وثلاثون إخذت نساء أمواتهن بعد قيامتهم وآخرون عذبوا ولم يقبلوا الخلاصة لكي ينالوا قيامة أفضل ستة وثلاثون وآخرون تجربوا في هزء وجلد ثم في قيود أيضا وسجن سبعة وثلاثون رجموا نشروا جربوا ماتوا قتلا بالسيف طافوا في جلود غنم وجلود معزن كونهم معوزين ومكتئبين ومعذبين ثمانية وثلاثون الذين لم يكن العالم مستحقا لهم تاهوا في براري وجبالي ومغاورة ومغارات الأرض تسعة وثلاثون فهؤلاء كلهم مشهودا لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد أربعون إذ سبق الله فنظر لنا شيئا افضل لكي لا يكملوا بدوننا واحد لذلك إذا نحن إضا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنترح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ونحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا إثنان ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل الفرح الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله ثلاثة فانظروا الذي احتمل من الخطات مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم أربعة ولم تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد الخطية خمسة وقد نسيتم التحريض الذي يكلمكم كالاتفال يا ابني لا تحتقر تأديب الرب ولا تخريض وابخك ستة لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل أبن يقبله سبعة إن تحملتم التأديب يعاملكم الله كالبنين وأي أبن هو الذي لا يؤدبه أبوه ثمانية ولكن إن كنتم بلا تأديب قد اشترك فيه الجميع فأنتم نغول لا بنون تسعة وقد كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم أفلا نخضع بالأولي كثيرا لأبي الأرواح فنحيا عشرة فإنهم أدبونا أياما قليلة حسب رضائهم بل هو من أجل منفعتنا لكي نشترك في قداسته أحد عشر ولكن كل تأديب في الحاضر لا يبدو أنه للفرح بل للحزن ولكنه إخيرا يعطي للذين يتدربون به ثمر بورن للسلام اثنى عشر لذلك قوموا ليدي المسترخية والركب المخلعة ثلاثة عشر واصنعوا لأقدامكم مسالك مستقيمة لألا ينحرف الأعرج عن الطريق بل دعه يشفى أربعة عشر اتبع السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب خمسة عشر ملاحظين أن لا يخيب أحد من نعمة الله لألا يطلع أصل مرارة ويزعجكم فيتنجس به كثيرون ستة عشر لألا يكون أحد زانيا أو مدنسا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكوريته سبعة عشر فإنكم تعلمون أنه بعدما أراد أن يرث البركة رفض لأنه لم يجد موضعا للتوبة مع أنه طلبها بدموع ثمانية عشر فإنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضطرم بالنار ولا إلى ظلام وظلمة وزوبعة تسعة عشر هو صوت البوق وصوت كلام ذلك الصوت الذي سمعوه يطلبون أن لا تقال لهم الكلمة فيما بعد عشرون لأنهم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما أمر به وإذا مست الجبل بهيمة ترجم أو تطعن بالسهم واحد وعشرون وكان المنظر هكذا مخيفا حتى قال موسى أن خائف ومرتعد جدا اثنان وعشرون ولكنكم قد جئتم إلى جبل صهيونة وإلى مدينة الله الحي أرشليم السماوية وإلى جمهور لا يحصى من الملائكة ثلاثة وعشرون وإلى الكنيسة العامة وكنيسة الأبكار المكتوبين في السماء وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواح الأبرار المكملين أربعة وعشرون وإلى وسيط العهد الجديد يسوع وإلى دم رش يتكلم أفضل من هبيلة خمسة وعشرون ننظر لا ترفض المتكلمة لأنه إن لم ينجوا الذين رفضوا الذي تكلم على الأرض فبالأولى كثيرا لا ننبو نحن إن ابتعدنا عن الذي يتكلم من السماء ستة وعشرون الذي صوته حينئذ زعزع لرضا وما الآن فقد وعد قائلا نيضا مرة نيضا لا إزلزل لرضا فقط بل السماء أيضا سبعة وعشرون وهذه الكلمة تشير مرة أخرى إلى زوال الأشياء المتزعزعة كمخلوقات لكي تبقى التي لا تتزعزع ثمانية وعشرون لذلك نحن إذ نملك ملكوتا لا يتزعزع فلنا نعمة بها نعبد الله مرضيا بخشوع وتقوى تسعة وعشرون لأن إلهنا نار آكلة واحد لتستمر المحبة الأخوية اثنان لا تنسوا إضافة الغرباء لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون ثلاثة اذكروا المقيدين كمقيدين معهم والذين يعانون الشدائد كأنكم أنتم أيضا في الجسد أربعة ليكن الزواج مكرما عند كل إنسان والمطجع غير نجس وأما الزنات والزنات فسيدينهم الله خمسة لتكن سيرتكم خالية من المزاح واكتفوا بما عندكم لأنه قال لا أهملك ولا أتركك ستة لكي نقول بجرأة الرب معين لي فلا أخاف ماذا يفعل بإنسان سبعة اذكروا الذين يتسلطون عليكم الذين كلمكم بكلمة الله الذين يتبعهم إيمانهم إلى نهاية كلامهم ثمانية يسوع المسيح هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد تسعة لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة فحسن أن يثبت القلب بالنعمة لا باللحوم التي لم تنفع أهلها عشر لنا مذبح لا يحق للذين يخدمون المسكنة أن يأكلوا منه أحد عشر لأن تلك الحيوانات التي يدخل بدمها عن الخطية إلى القدس بيد رئيس الكهنة تحرق أجسامها خارج المحلة اثنى عشر لذلك يسوع أيضا لكي يقدس الشعب بدمه تألم خارج الباب ثلاثة عشر فلنخرج إذا إليه خارج المحلة حاملين عاره أربعة عشر لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية بل نطلب العتيدة خمسة عشر فنقدم به في كل حين لله ذبيحة التسبيح أي ثمر شفاه شاكرة لاسمه ستة عشر ولكن فعل الخير والتواصل لا تنسوا لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله سبعة عشر أطيعوا المتسلطين عليكم واخضعوا فإنهم يسهرون على نفوسكم كما يجب أن يؤدي الحساب لكي يفعلوا ذلك بفرح لا بحزن لأن ذلك غير نافع لكم ثمانية عشر صلوا لأجلنا فإننا نثق أن لنا ضميرا صالحا مستعدين أن نسلك بالاستقامة في كل شيء تسعة عشر ولكن أطلب منك بالحري أن تفعل هذا لكي أرجع إليك سريعا عشرون وله السلام الذي أقام من المواتي ربنا يسوع الراعي العظيم للخراف بدم العهد الابدي واحد وعشرون ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيحي الذي له المجد إلى أبد الآبدين آمين اثنان وعشرون وأطلب إليكم أيها الإخوة أن تحتملوا كلمة الوعظ لأني كتبت إليكم رسالة بالكلمات القليلة ثلاثة وعشرون أعلموا أن أخانتي مثاوس قد أطلق سراحه الذي معه إن جاء سريعا أراك أربعة وعشرون سلموا على جميع المتسلطين عليكم وعلى جميع القديسين وهم من إيطاليا يسلمون عليك خمسة وعشرون النعمة مع جميعكم آمين كتبه تيمو ثاوس إلى العبرانيين من إيطاليا